اكد مجلس الامن القومي في تغريدة على حسابه على تويتر ردا على تغريدة للسانتر الجمهوري البارز وكبير لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الامريكي جيم ريش اللي صحة لكل ما تم تدوله من تنازلات او ضمنات قدمتها واشنطن لتهران بغيت حثها على اتمام السفق التي يتوقع ان تعيد احياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 كما شدد المجلس على ان البيت الابيض لن يقبل ابدا اشروط الايرانية مضيفا لا لم نكن نترك اتفاقا كان قائما في السابق فقط من اجل رؤية ايران تسرع بشكل كبير برنامجها النووي في اشارة الى اتهام السانتر بان ادارة الرئيس جو بايدن وفقت على شرط ايراني يقضي بالسماح لها بتسريع العمل في مجال الاسلحة النووية اذا انسحبت اي ادارة امريكية مستقبلا من السفقة اشتركوا في القناة